هتاخد بطاقة الرقم القومي معك هتاخد كمان كارنيه العضوية وطبعا أي حاجة غير ده إثبات شخصية مش هيتم الأغذي به فبالتالي مهم جدا تاني بطاقة الرقم القومي وكارنيه العضوية وده طبعا تبعا لما تم الاتفاق عليه من السادة المرشحين في اجتماع اللجنة القضائية الخميسة الماضية فبالتالي مهم جدا الحضور ببطاقة الرقم القومي وبكارنيه العضوية بدأ يا فارس يتوافده طبعا على مقر النادي الآلي وهطبعا في شوية إجراءات واحترازات النادي الآلي واخد بها أعتقد مش سايب حاجة يعني إلا ومهتم بها تماما جراشات النادي الآلي أو جراش اللي ممكن يكون الأعضاء يركنوا في سياراتهم عن النادي الآلي واخد أربع جراشات يا فارس سواء في التحرير أو في المعلمين نقابس المعلمين أو عمر مكرم وكمان ممكن تبقى صفة أول حول صور النادي الآهلي وبالتالي النادي الآهلي موفر لأعضاء الجامعية العومية كل الخدمة بحيث تسهل عملية المشاركة في الانتخابات وكل 30 دقيقة في حافلة بتنتقل سواء من الشيخ زايد أو مدينة ناصر عشان تنقل الناس لمقر الجزيرة وطبعا بنشوف كابتن محمود الخطيبة وهو حريص على التواجد بشكل مبكر وأكيد حيتوالى باقي المرشحين ولكن شيء جيد جدا أن الجامعية العمومية يبدو أن هي النهاردة حتفجئنا إن شاء الله بأرقام جيدة ولكن كمان إدارة النادي الآهلي أو النادي الآهلي بشكل عام كمان بيوفر لقاحات لقاح جونسون حيكون موجود النهاردة في المقر كان التسجيل بدأ يوم الأربع وتقدر النهاردة تحصل على اللقاح داخل مقر النادي الآهلي خدمة أيضا بيقدمها النادي الآهلي لجمهور العسان بالتأكيد فرس الإجراءات الاحترازية وكمان الرعاية الطبية والنادي الآهلي موفر وحدات طبية داخل الخيمة وكمان فيه موجود ثلاث سيارات إسعاف على كل بوابة من بوابات النادي ومداخل النادي نتمنى إن شاء الله يعني تكون الأمور يعني لا نلجأ لهذه السيارات ولكن النادي الآهلي بالفعل كمان موفر كمامات على كل بوابات الدخول بحيث لو أنت نسيت كمامة تقدر تأخذ كمامتك للحفاظ على طبعا الإجراءات الاحترازية وعند كل صندوق وكل ترابيزة هتلاقي دايما فيه مؤد مطهرة وطبعا ده طبعا مش جديد على النادي الآهلي الأهم كمان يا فارس أن أنت مش بالضرورة تكون سجلت يوم الأربع مهم جدا حاليا قبل ما تنزل أو لو أنت نزلت تدخل على موقع وزارة الصحة وتسجل في لقاح فيروس كورونا ويبقى معاك العشرين رقم اللي تقدمهم فيه أكتر من 3000 عينة تقدر بإذن الله تتواصل من مجرد وصولك مع النادي الآهلي وهناك فرقة تكون موجودة لمرعاة ذلك ويتكون التوجه على طول لصالة راتب لأخذ اللقاح وحتى لو أنت ما تمش تسجيلك على موقع وزارة الصحة موجود فرقة موجودة داخل مقر النادي الآهلي بالجزيرة تساعدك على التقديم أو أنك تقدم أو تسجل في موقع وزارة الصحة ومجرد ما يظهر العشرين رقم بتقدر تتلقى اللقاح فورا مهم جدا كمان نقول شروط التصويت وإنت موجود النهاردة كعض وجمعية عمومية لازم تحافظ على صوتك عشان صوتك ده يكون مؤثر وما يكونش باطل بتضع علامة صح على مرشح واحد فقط اللي بترغف اختياره بتضع علامة صح على مرشح واحد فقط من اللي بترغف اختياره ده بالنسبة للرئاسة ويوجد مرشح واحد فقط في منصب نائب الرئيس فبتحط علامة صح في خانة موافق إذا كنت بترغف في اختياره وبتحط علامة صح في خانة غير موافق إذا كنت لا ترغف في اختياره هنا في نقطة مهمة جدا يا فارس ودي موجودة في النادي الآهلي ودي عظمة النادي الآهلي هي فكرة لا أحد ينجح بالتسكية طبعا المهندس عامل فاروق هو اللي تقدم على منصب نائب الرئيس وطبعا كان فيه الدكتور وليد الفيل كان حاول يتقدم وكان فيه قضايا وكان فيه طعون ولكن في النهاية النادي الآهلي بالمناسبة كان حريص كل الحرص على تواجد الدكتور وليد الفيل والحاق اسمه بكشوف الانتخابات ولكن هناك جهة إدارية طبعا تبع للشباب ووزارة الشباب والرياضة كان مع حكم بإيقاف الحكم الذي حصل للدكتور وليد الفيل وبالتالي تم استبعاد الدكتور وليد الفيل وأنا أصبح المهندس العامل فاروق هو المرشح الوحيد على منصب نائب الرئيس بالمرشح الوحيد على المترجمات